موسيقى لأنها انتخابات وصفت بجدارة بالدراماتيكية بدءا من تنحي بايدن وترشح كمال هارس نائبته مرورا بمحاولتي اغتيال ترامب لذلك مشاهدين هناك العديد من المحاور محيطة بهذه الانتخابات نناقشها بشكل عام في أولى فقراتنا في تغطية الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع ضيفنا الدكتور أحمد سيد أحمد البحث في الشؤون الأمريكية والدولية بمركز الأهرام لدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا بك دكتور أهلا بك إيمان وكل مشاهدينك الكرام أهلا بك بداية منذ بدء المشهد الانتخابي وحتى الآن حوالي ساعتين تفصلنا عن إغلاق مراكز الاقتراع لم نشهد أي أحداث عام صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت إجراءات أمنية شديدة لكن كان هناك توقعات بأعمال عمر في رأيك السبب في ذلك هل يرجع إلى حالة الانقسام السياسي الغير معتادة والشديدة هذه المرة في المشهد الأمريكي يعني وترجم عنه العنف اللفظي ما بين المرشحين أم لأن مشهد الكابيتول كان يخيم على أدهان الأمريكيين أولا طبعا كمانت الشرطي هي انتخابات تاريخية انتخابات غير مسبوقة حقيقة لأنها تتم وسط حالة من الاستخطاب الشديد الذي يشهده المجتمع الأمريكي لم يشهده من قبل يعني حالة التنابز في الألفاظ تبادل الاتهامات هناك قموص سياسي جديد في أمريكا كل طرف يعتمد استراتيجية التخويف والتخوين ويخوف من الطرس الآخر يعني كامال هارس تعتقد أن وصول ترامب وعودتي مرة أخرى لبيت الأبيض يعني ضمر أمريكا أنه تتموه أنه فاشي نازي غيرها من المصطلحات ثم يرد أيضا ترامب على كامال هارس ويعتبر أنها مرقصية متطرفة أنها فوزها سيقود أمريكا إلى التطرف وبالتالي هناك تركيز على الأبعاد الشخصية والاتهامات أكثر من التركيز على القضايا الموضوعية وهذا أحد أسباب لماذا يفسر التقارب في النتائج لأن هناك حالة من التردد لنا الناخبين كثير من الناخبين هناك كانت تقريديا 15% من الأمريكيين مترددين بمعنى أنهم لا ينتبون الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري ولكنهم مستقلين يعني يترجحون بين ذلك والتنفس على هلاء هذه المرة قاعدة المترددين التسعد لأن كل الخياري سواء كامال هارس أو ترامب لدى كثير من الأمريكيين لم يكن هو الخير الأمثل ولكن الآن هو يختار الخير الأقل سوءا أو يعني كما يقول كلهما مر يختار الأقل لمرارة وبالتالي التقارب في فرص الفوز التقارب في الاعتماد لم يقدم أحد بشكل كامل رؤية متماسكة تجعل القول أنه حسم الصباق مبكرة هناك فرص متساوية وهذا يسبب هذا التقارب من هنا تأتي فكرة خطورة الاستقطاب الشديد والإنسابة للسيازة